طبعا أعضاء مجلس الدارة بالكامل على رسوم كابتا محمود الخطيب رئيس النادي شيء مهم جدا وتواجده بيدي دعم نفسي ومعنوي كبير جدا في ظل أهمية المباراة احنا بنتكلم انت مش عايز اتكلم على النتائج السابقة بالنسبة للفريق لكن مهم جدا أن رئيس النادي بحجمه الكبير كابتا محمود الخطيب سواء بقى في كرة القدم والجزء الإيداري يبقى متواجد طبعا معالي الوزير السيد عمري فاروق برضو نائب رئيس النادي متواجد كل الأعضاء مجلس الدارة مش عايز انسى أي حد لكن الدعم ده مهم جدا جدا قبل اللقاء وأكيد كان فيه اجتماعات خاصة مع اللعبين للشد من أذرون فيه هذا اللقاء المهم والقوي يمكن دائما بتبقى لقاءات الفريقين قوي السنة اللي فاتت كان فيه تعادل إيجابي 2-2 هنا في القاهرة ثم فوز للنادي الأهلي في الترجي التونسي أو في تونس في ملعب رادس هو ده النادي الأهلي دائما في المواقف الصعبة بتلاقيه إن كنا احنا بنتكلم لو فيه نتائج سلبية في وقت ملوقات لكن لا تستمر لأن احنا بنعود سريعا للطريق الخاص بينا وهو الفوز بالبطولات طريق لا خلاف عنه سواء بقى الجمهورنا أو للعابتنا ومجلس دارتنا وكل المشجع النادي الأهلي ومحب النادي الأهلي عارف يعني ايه النادي الأهلي يعني لا خسارة لا حتى تعادل في وقت ملوقات لكن هي كرة القدم فيها يوم فوق ويوم تحت لكن احنا في يوم زي ده في مباراة مهمة زي دي في بداية بطولة هي الأهمة بالنسبة لنا في الوقت الحالي التطلع إن شاء الله من خلال وصول للمباراة نهاية ثم الفوز تطلع مهم جدا للوصول العالمية مرة أخرى بعد غياب طويل أمامنا كابتن محمود الخطيب ووجوده في فندق الإقامة ببرج العرب وزي ما أقول لك وجود كابتن محمود الخطيب هيدت مئنان بشكل كبير جدا للعيبة ودعم نفسي ومعنوي كبير ده اللي احنا منتظرينه من كابتن كبير كابتن محمود الخطيب رئيس النادي بجانب طبعا الجزء الإداري اللي يخلاف عنه كابتن محمود الخطيب كرئيس النادي والعملية التطوير والأمور الخاصة بالنادي وتطوير في الفترة القادمة لكن احنا زي ما بنقول احنا في مهمة صعبة النهاردة مهمة جدا ان احنا نفوز باللقاء زي ما بقول لكم البدايات في بطولات زي كده مهمة لنتذكر قبل كده بداياتنا لما بتكون نص نص بتدينا بتصعب علينا الموقف ممكن تخلينا نبعد كمان عن البطولة أو حتى تخليك تبزي المجود كبير جدا في المباراة اللي بعد كالا عشان تكسب عشان توصل وانت مستريح لكن احنا البداية لازم مكسب على أرضك أو جميع المباراة اللي على أرضك لازم تاخد التلات نقاط عكس طبعا يعني احنا بنلعب في دور المجموعات عكس لما يبقى المباراة رايح جاي أو زهاب وقياب الموضوع مختلف هنا الموضوع ان انت حصولك على التلات نقاط في كل مباراة على أرضك بتفرق كتير جدا تتكلم كده في تسع نقاط موجودة في جوابتك مجرد ان انت تكسب التلات لقاءات اللي انت هتقابلهم أمام كامبالا وتاونشيب البوتسواني فبالتالي النهاردة بداية للتلات نقاط الأولى وبعد كده نبتد نفكر في كامبالا سيتي المباراة التانية ان شاء الله يوم 15 من هذا الشهر لكن مهم جدا تركيز اللاعبين ان احنا شايفينه من خلال وجودهم والغدا والعشق اللي بيمتواجدين فيه بيبان بيبان أداء شكل اللعيبة وهم الهدوء وهم ماشيين الكابات الكبار وليد سليمان وهو ماشي ورايح يتغدى وهو بيحاول حتى يتكلم مع أعضاء الجهاز الفني والإدارة في النادي كل ده مهم كابتن طرق سليمان مهم جدا بيبان بيبان علامات كده معينة الناس بتحس بيها لكن ان شاء الله من خلال وجود اللاعبين والتركيز العالي ده نشوف أداء ونشوف نتيجة دائما هذه المباريات محتاجة تركيز عالي محتاجة هدوء نفسي الجزء الفني داخل الملعب أعتقد بيوصى من خلال المحاضرات الفنية لأن أكيد النادي الأهلي عارف يعني ايه الترجي والترجي عارف يعني ايه النادي الأهلي وجزئية مراكز القوة أو نقاط القوة في فريق الترجي ونقاط القوة في فريق الأهلي وايضا نقاط الضعف في فرقتين كل فريق حافظ التاني لكن هي النقطة ايه التركات اللي ممكن تحصل من خلال الجزء الفني وده اللي بيوصله كابتن حسام البدري للعبين زي تستغل القدرات الهجومية الكبيرة عندك كفريق النادي الأهلي ان شاء الله وتستغلها في ضعف ممكن إلى حد ما الجزء الدفاع عند فريق الترجي وان انت تبقى حذر جدا من الجزء الهجومي الخاص بفريق الترجي لكن خلينا اقول لكم ان كابتن حسام البدري اتكلم على هذا اللقاء ان احنا جاهزين لهذا اللقاء وهدفنا هو الفوز لا بديل عن الفوز في هذا اللقاء وده اللي اتكلم عليه كابتن حسام البدري من خلال تصريحاته وتكلم على ان ده أول مباراة في المجموعة فبالتالي الدفع المعنوية والبداية هو ده المهم دايما في كل اللقاءات الخاصة بدور المجموعة وده اللي بيفرق معاك بعد كده ان شاء الله يعني ده كل التوفيق اللي كابتن حسام البدري بيكون ان شاء الله كلهم عند حزن ظن جامهيرهم النهاردة في هذا اليوم ايضا لو احنا بنتكلم على فريق الترجي اللي العلاقة خوية جدا ما بيننا وما بينهم كان ناديين كبار في القرى الافريقية كابتن رياض بن نور المدير الكرة بنادي الترجي سعيد جدا بحالة الاستقبال او شكل الاستقبال اللي استقبل به فريق الترجي التونسي وبقول المعاملة بالمثل طبعا وما فيش شك ان الناديين كبار ناديين مش اول مرة يتعاملوا افريقيا مع بعض من حيث الاستقبال من حيث وجود فريق الترجي هنا في مصر او فريق النادي الاهل في تونس الوضع طبيعي وان شاء الله هيكون الوضع الاستقبال الخاص بالنادي الاهل في تونس هيكون بنفس الشكل وبنفس الامور الخاصة طبعا بالترتيبات الخاصة بالفريق الترجي اللي شافوا هنا من حسن استقبال بالنسبة ليهم أيضا سيد عبد الحفيز بيأكد على هذه الجزئية بكلامه من خلال طبعا بيكلم عن علاقته أو علاقة النادي الأهلي بالتراجي قوية والمنافسة فقط داخل الملعب هي دي كرة القدم العلاقات دائما بتبقى قوية ما بين الفرق خصوصا لما يبقى ناديين كبار في أفريقيا ناديين كبار في الوطن العربي ناديين عربيين لدولتين مهمين جدا في القرى الأفريقية والمنافسة دائما في كرة القدم هي رياضية والفرق داخل الملعب ده اللي تكلم عليه كابتن سيد عبد الحفيز أن العلاقات الوطيضة ما بين الفرقتين يعني بتقاهل أن الأمور تمشي بشكل سلس وسهل ولكن داخل الملعب الوضع بيبقى مختلف والمنافسة بتكون قوية أيضا مران للغايبين اللي خرجوا بره قائمة هذه المباراة مع كابتن طاري عبد العزيز ربيعة طبعا ما زال بيقاهل نفسه قبل الصفر لألمانيا إن شاء الله لاستكمال علاجه في ألمانيا أيضا المؤذرة من خلال الكابتن المتواجدين سواء بقى داخل الفريق أو بره الفريق ده مهم جدا حسام غالي واحد من اللعبين المميزين الخلاص بيودع كرة القدم من خلال الفترة القادمة أمامنا على الشاشة حسام غالي موجود في المعسكر كابتانه طبعا حسام غالي دوره مهم أيضا وإحنا بنتكلم على دور مجلس الإدارة والحالة الطمأنينة خلال وجود كرة محمود خطيب ومجلس إدارة بالكامل للعبين أيضا دور حسام غالي وحالة الطمأنينة للعبين لما بيشوفوه بيتكلم معاهم ده دور مهم جدا جدا حسام غالي بيقديه من خلال تواجده فيه مواسكر الفريق حسام غالي كان متواجد النهاردة وأكيد كلام هيبقى مع الفريق وتحفيز بشكل كبير وده اللي احنا منتظرين من حسام غالي هذا الجزء لكن عايزة أكلمكم على قائمة النادي الأهلي قائمة يمكن تضاف لها باكة بعد إصابات عديدة داخل النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي وليد أزارو أجايي خسارات كبيرة داخل الفريق ممكن علي معلول النهاردة ما نشوفوهش لأنه عادت أو يعني فيه بعض الألام لسه فيه إصابته القديمة هنشوف بعض الأمور الخاصة بالفريق النهاردة لكن احنا عندنا ثقة باللعبين المتواجدين في الوقت ده يعني تغيير التوقيت أو تغيير المصار اللي احنا مشينا فيه في الأسبوع اللي فات اللي انا بشوفه أسبوع إلى حد ما غير موفق للنادي الأهلي فيه سواء بقى فيه باللقاء القمة مع الزمالك أو أمام الأسوتي في كاسمس ان شاء الله المصار النهاردة هيتغير ويعود مرة أخرى الانتصارات أو تعود مرة أخرى الانتصارات للنادي الأهلي